ربنا يحمي الولادين دول خلال ساعات او ايام قليلة كأنه خبر سري جدا بوتن الرئيس الامريكي الرئيس الروسي هيزور مصر فيه ثلاث ملفات بوتن هيستعرضهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الملف الاول يتعلق بتوقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية المصرية في الضبع الملف التاني الملف السياسي يتضمن الوضع في سوريا واليمن وليبيا الملف التالت موضوع ازمة قطر والدول الاربعة المقاطعة لقطر ده بيان الزيارة ودول التلات ملفان لما انا قاريتهم اتضيقت احبطت كمواطن ورافض ان بوتن ييجي واعتمنى السفير الروسي يكون شايف ييجي علشان اوقع معه اتفاقية الضبعة ونقش معه ملف سياسي ويمشي ويحقق مصلحة اقتصادية كبيرة من ورايا كدولة وانا كدولة ما نقش معه عودة الطيران الروسي عودة السياحة الروسية ورد الاعتبار لي كدولة من يوم ما روسيا اوقفت خطوط الطيران تبعتها كل الدول او غالبية الدول الاوروبية من حقي كدولة وانا قاعد مع بوتن عالتربيزة اقول له لا عايزين نضيف هذا البند متى سيعود الطيران الروسي الى مصر متى ستعود السياحة الروسية الى مصر عمرك شفت اتنين عاديين في مصلحة بلغة الشارع ولاد البلد واحد ياخد كل حاجة والتاني ما ياخدش حاجة هديجي تقول لي ما احنا هناخد مفاعل الضبع النووي هقول لك ما هو واخد 25 مليار دولار مقردني واخد فايدة على قلبه قد كده وعلى حس بيع الملف المحطات الضبع النووية هيبدأ يسوق المحطات دي في العالم كله انا ما يهمنيش الا ان انا قرامة بلدي ترجع وان بلدي امنة بقلنا سنتين كل يوم التاني شاقطونا البعض المسؤولين الروس احنا رايحين نطمن على الطيران البتاع البتنجان ما عملنا كل حاجة عملنا كل حاجة ده الخارجية البريطانية مطلعة تقرير ان مطار شرم الشيخ اكثر المطارات امنا في العالم لا اعتقد ان مصر ضعيفة كده ولا اعتقد ان مصر بهذا الشكل امام بوتن ولا احنا ايضا مستخنين او كده اللي هو ايه ملف السياحة دي احنا زال فول لا احنا مش زال فول وان احنا عايزين التلاتة مليون ساقح الروسي حقي مش انت جاي تعمل معايا بيزنس فين البزنس بتاعي هي دي العلاقات بين الدول الرئيس الامريكي جاي قاعد في القمة اللي هي مش عارف العربية الاسلامية البتنجانية دي حاجات كده قاعدوا يخترعوا ليلى عشان يقفش ارشين ويدعم الحكام اللي موجودين في الخليج هي امريكا هي اللي محتاجة ولا مصر هي اللي محتاجة اكتر هي روسيا هي اللي محتاجة ولا مصر هي اللي محتاجة اكتر الاربعة مليون مواطن مصر اللي بيعملوا في اقطاع السياحة ازاي ما يكونوش في زهن صانع القرار في مصر وهو قاعد مع بوتن من حقيقة مواطن ان انا اقول لبوتن انا عايز ملف عودة الطيران الروسي يتفتح وانت موجود في القايرة ومن حقيقة مواطن اقول عودة التلاتة مليون سائح روسي الى مصر بيزنس اس بيزنس مصلحتك مصلحتي ومصر مش دولة هفية في المنطقة لا دي الحقيقة ووجود الروس في مصر صمام امان للاستراتيجية الامن القومي الروسي احنا ليه كده لانا رايح امال همضي كده ليه ليه مش هو وقف طب ما انا وقف ولوصلنا لمرحلة قضية الامر الذي كنتم فيه تستفتيان لا ارجو من الحكومة المصرية ارجو من الحكومة المصرية اللقطة دي مش هتتكرر تاني لقطة توقيع محطة الضبعة النووية مش هتتكرر تاني حدث كبير بالنسبة الروسيا هتسوقوا وتروجوا عالميا هتبيع محطات من حقي عودة الطيران الروسي عودة السياحة الروسية انا طلبت ده مرتين قبل كده لكن لما عرفت ان بوتين هنا موجود لازم اعمل ده هلازم نصحصح بقى يا اخوانا مش طريقة دي لازم اصحصح ايضا كدولة